السلام عليكم ورحمة الله وسهلا فيكم بحلقة جديدة مني أنا حميد كيالي على قناة سيلفي سبورت تجيكم بشكل اسبوعي لتقديم أهم مباريات الجولة القادمة بهاي الحلقة في عنا مباريتين رئيسيات رح نحكي عليهم اللي هن النص نهائي الفاي كب بإنجلترا بين تشلسي وماشر سيتي ونهائي كأس الملك بين أتلاتي كبلباو وبرشلونة بس قبل هيك رح نمر مرور سريع على الدوريات الثلاثة الكبرى ونحكي عن أهم مباريات اللي رح تلتعب بهاي الجولة قبل ما ندخل بالتفاصيل بالمباريتين الرئيسيات لهي الحلقة بإنجلترا ماشستر يونايتد رح يلعب مع بيرنلي مباراة كتير مهمة ليست بحسابات المركز الثالث بعد فوز يونايتد على توتنهم الكبير بثلاثة هداف مقابل هداف الفوز اللي كان بالنتيجة واقترن معه الأداء يونايتد عم بعيش حالة ممتازة جدا بكامل خطوطه في صلابة دفاعية بخط الدفاع خط وسطه متمرز جدا بالعملية الهجومية بالمساندة الدفاعية وخط هجومه بخيادة كافاني اللي عم بيتألق جدا بالفترة الأخيرة أعاد جزء من الأمل بمنافسة الستي على بطولة الدوري لأنه تم تقليص عدد النقاط في عنده مباراة ناقصة الستي عنده لسه مباريات تشامبينز ليك فرح يكون نوعا ما منشغل التفكير بأكتر من جبهة وعنده مع تشيلسي بنسمي هاي الفاي كاب فلذلك فرصة جيدة لليونيتد لحتى يضغط أكتر وأكتر على الستي في محاولة منه ربما ليجعله يفقد نقاط أكتر تحت الضغط وما حدا بيعرف شو بيصير آخر الموسم الستي فرصه أكبر بكتير أكيد على بطولة الدوري لكن اليونيتد عم بيعيش حالة ممتازة جدا وماشي بالطريق الصحيح مع سول شاير بإيطاليا هاي الجولة جولة رح يتغير فيه على الأغلب كتير من الترتيب بالمراكز الخمسة أو الستة الأولى لأنه فيه ثلاث أربع مباريات اليون علاقة بهدول الاندي رح يلعبوا مع بعضهم اليوفي رح يلعب مع تلانتا انتر رح يلعب مع نابولي الميلان رح يلعب مع جنوة وتورينو رح يلعب مع روما فهدول المباريات إذا بتطلع على نتائجهم بعد ما تخلص الجولة على الأغلب رح نشوف فيه تبادل الكراسي الموسيقية بين اليوفي والميلان وأتلانتا وروما ونابولي وهون رح نكتشف يوم بعد يوم أكتر بالجولات القادمة مين الانديا اللي عنده حظوظ أكبر لتنهي بالأربع الكبار بنهاية الموسم لكن الدوري الإيطالي عم بيعيش تجربة جميلة جدا بموضوع المنافسة على المقاعد المؤهلة للشامبيونز ديغ ولليوروبالي في حال استسنانة المنافسة اللي خفت كتير هلأ بتفوق الانتر الكبير بصراحة نقطيا على ميلان وعلى اليوفي وحتى فنيا عم بيعيش حالة مثالية جدا انتر ومسألة وقت ربما لحتى يتتوج باللقب بنهاية الموسم بألمانيا فولسبورك عم بيستضيف بايرن ميونيخ البايرن بعد خروجه من الشامبيونز ديغ خلينا نشوف كيف ردة فعله محليا رح تكون الفريق جيد وضعه على مستوى الترتيب حتى المنافسين يبدو انه ما عندون النفس الطويل اللي يروحوا مع بايرن ميونيخ لآخر مباراة ولآخر جولة لكن مباراة جميلة لحتى نشوف ردة فعل بايرن ميونيخ مع فلك بعد هذا الخروج الأوروبي اللي ربما منختلف عليه إذا كان مستحق ولا لا بإسبانيا أتلتكو مدريد رح يواجه إيبار وخيتافي رح يستضيف ريال مدريد مبارتين كتير مهمات أول شيء أتتكو مدريد بعد خسارة النقط أمام شبيليا وأمام ريال بيتيس يمكن هلأ جتوا اللحظة لياخد فيها نفس عميق لأنه عنده مبارتين بالمتناول نظريا بالدوري الإسباني لحتى يحافظ على صدارته وينتظر لعلى وعسى تعثر ريال مدريد وبرشلونة بهاي الجولة والجولة البعدة لكن في عنده مشاكل كبيرة كلنا متفقين عليها الفريق شخصيته ضعيفة انهز كتير تحت ضغط المباريات وضغط ملاحقة ريال مدريد وملاحقة برشلونة في عنده هالأجولتين ثلاثة يرتاح فيهم شوي لأنه بعدها رح يلعب مع برشلونة النتيجة اللي مهما كانت رح تكون عم بتصب في صالح ريال مدريد ريال مدريد اللي خاض ثلاث ملاحم متتالية بسبعة اثمانة ايام الفريق منهك جدا منهار بدنيا صراحة كمية إصابات كتير كبيرة وكمية غيابات حتى عن الفريق رح تكون أمام ختافي وريال مدريد عودنا بالمباريات الكبيرة بيطلع وجهه الجميل جدا لكن بالمباريات الأقل حدة وأقل تنافسية ما عندي أقل منه نوعا ما بيورجينا وجه ليس من أفضل وجوهه ختافي فريق عزب الكبار هذا الموسم استطاع انه ياخد نقط من هون ومن هون عم بيعيش حالة لا بأس بها والمباراة على أرضه فبالتالي خطيرة جدا هاي المباراة لأن المباراة دائما اللي بتجي بعد الفوز بالكلاسيكو عادة ما بتكون دائما بأفضل أحواله لريال مدريد خلينا نشوف الفريق كيف رح يتعامل بدنيا مع هيك مباراة مين البودلاء إذا رح نشوف فيه تشكيلة جديدة هلا حيرجع زي دالة 3-4-2-1 ولا رح يستمر بالأربعة 3-3 تفاصيل كتير رح نعرفها يوم الأحد خلينا نروح على مبارايتين هاي الحلقة الفاي كوب بيدوره النص نهائي تشيلسي مع ماشر السيتي فريقين اللي بالقارة الأوروبية بالشامبياز لينج عم يعيشوا موسم ممتاز الاثنين صاروا بالنص نهائي جوارديولا عم بيعدل رقم مورينيو ثمان مرات عم بيوصل لنص نهائي بهاي البطولة تشيلسي عايش فترة ممتازة وزاهية مع توباس دوخل بغض النظر عن الشامبياز ديك أنا كان شخصيا بدي أشوف توماس توخل أمام بيب كورديولا يعني لأنه توخل صح عمل طفرة مع تشيلسي حط تشكيلة ثابتة صار في عنده ثوابت بالفريق وعمود فقري واضح الفريق تستايل لعبه وطريقته واضحة على أرض الملعب لكن أنا برأيي ما واجه لسه ولا منافس شرس بيشبه ماشر السيتي لا بشراسة الهجومية لا بصلابته الدفاعية ولا بذكاء وتفكير وفلسفة مدربه فلذلك هو اختبار جيد جدا لتشيلسي لا يعرف حاله على أرض الواقع هو قوي أو جيد وين ما كان من قوته وين ما كان من ضعفه هلأ قبل ما يروح ويشوف ريال مدريد بالشامبيونز ليج مباراة لحتى نكتشف قدرات تشيلسي الحقيقية أنا بوجهة نظري رغم أنه إذا ما بعرف إذا المدربين رح ينافسوا على هاي البطولة بكثافة وبقوة خاصة أنه السيتي يعني عنده كأس الرابطة النهائي عنده نص نهائي للشامبيونز ليج عنده صراع الدوري لازم يحسمه فهل رح يحط بميزانه كمان بطولة يحاول يقاتل عليها ويلعب بكامل سكواد تبعه وتشيلسي نفس الشي يعني صراع المركز الرابع وعنده الشامبيونز ليج ولكن كمان في عنده نص نهائي البطولة تبدو في المتناول في حال استطاع الفوز على ماشنستر سيتي لذلك المباراة كتير صعبة ذهابوا إياه في الحزوز كبيرة للفريقين خمسين بخمسين لكن أنا فعلا حابب أشوف تشيلسي ماتومس دخل أمام فريق بيشبه وعنده مواصفات ماشنستر سيتي المباراة الأخيرة بتكون أتلتك بالباو وبرشلونة بنهائي كأس الملك مباراة بيستناها برشلونة لأكتر من سبب السبب الأول هو موضوع الثقر من أتلتك بالباو بموضوع كأس السوبر وخسارته السبب الثاني أنه هي البطولة الأقرب لبرشلونة حاليا للتحقيق يعني إذا اعترفنا أنه أخد خطوة إلى الوراء بعد خسارته الكلاسيكو الرغم أنه أنا برأيي على ترتيب الجدول الحالي أتلتك ومدريد وريال مدريد وبرشلونة الحزوز ما زالت متساوية لفرق الثلاثة الرغم أفضلية ريال مدريد شوي لأنه في مباراة بين برشلونة وبين أتلتك ومدريد نتيجة دائماً رح تصب في مصلحة ريال مدريد فبرشلونة بده يدخل على هالمباراة لأنه بده فرحة كبيرة بده شغلة أكستراتيجي عن طريق تتويج تضيف لكل شي جيد صار في موسمه إذا تطلعنا عليه بالبداية كيف وإذا شفناه هلا يعني بعد كل الأشياء الجميلة عودت لبورتلا قيادة النادي من جديد كومان والتشكيلة اللي عملها الاعتماد على الشباب ستايل برشلونة هجومه ودفاعه تحسنه على أغلب الأشياء اللي كانت وعي يعني نقاط ضعف لبداية الموسم محتاج هذا الفريق أنا برأيي بطولة لحتى تعيد الأمان الثقة بمشروع كومان للموسم القادم ولحتى تكون خطوة إضافية للونيال المسي لأنه يبقى مع هذا الفريق لأنه رح يحس أنه في مازال تتويجات فالفريق يمكن البناء عليه للموسم القادم هي إذا كان لسه ميسي لم يحسم أمره بالبقاء من عدمه فمبارأة كتير مهمة أنا برأيي لكومان أول فيه لأنه بطولة لكومان مع برشلونة بموسمه الأول مهمة جدا لمشروعه ولثقة بنفسه مهمة للابورتلا لأنه بقدومه هلأ إجت بطولة للفريق فكمان مهمة لموضوع التدعيمات والتفكير بالموسم القادم ومهمة لجميع اللاعبين برشلونة اللي قدموا بداية موسم سيئة جدا لكن اشتغلوا كتير على حالهم وكانوا على قد المسئولية ووصلوا لحظة معينة أنه هن كانوا مطاردين أتلتكو مدريد على بطولة الدوري ولولا خسارت الكلاسيكور ربما كانوا هن المتصدرين حاليا فلذلك مباراة نهائية في غاية الصعوبة لأن أتلتك بالباوم نعرفه أنه خصم صعب وخاصة بتسعين دقيقة وخاصة أنه خسر نهائي الكأس الملك اللي لعب من أسبوعين واللي كان عم يلعب على بطولة الموسم الماضي فلذلك كمان هو كأتلتك بالباوم ما بده يخسر ما بده يكون الفريق اللي بيخسر نهائيين لكأسين الملك أو لبطولتين كأس الملك عن الموسم الماضي وعن هذا الموسم خلال أسبوعين فلذلك هو كمان عنده رغبة شديدة أنه يعود خسارته بنهائي كأس الملك ريال سوسيدال بالفوز على برشلونة وهو متخصص دائما بتعذيب الكبار بصراحة إن كان ريال مدريد ولا برشلونة ولا أتلتكو مدريد عنده الأدوات وعنده الرغبة وعنده الروح وعمل قبل هيك وفاز على برشلونة فليش ما يكررها هاي باختصار عن هاي المباراة عطوني توقعات كل نتائج هدول المباراة تحديدا نهائي كأس الملك ونص نهاية الأفئي كاب بين شيلسيو وماشلسر سيتي لهون حلقة تكون وصلت لنهايته بتمنى تتابوني على حساباتي الشخصية مقالات حميد كيالي على الفيسبوك حميد كيالي يوتيوب وحميد كيالي على انستجرام بشوفكوا إن شاء الله الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته